أستاذ حسن، هل الاقتصاد، وأنت أيضاً خبير الاقتصاد، هل الاقتصاد التركي في هذه المرحلة يتحمل هذا الضغط إن كان عبر التسخين في جبهة الشمال السوري ولفرض منطقة آمنة يعود من خلالها أهلنا السوريون إلى بيوتهم، لكن بالنهاية عملية عسكرية أيضاً مكلفة توتر مع اليونان، ضغط داخل سنة انتخابات، لاقتصاد التركي يتحمل هذا؟ الاقتصاد التركي في هذه الآونة هو يعيش في بعض المشاكل التقنية هذه المشاكل مرتبطة بالتدخم، مشاكل مرتبطة بالسياسة النقدية الغير تقليدية التي يتبعها البنك المركزي التركي بطبيعة الحال أي عملية عسكرية تقوم فيها أي دولة ليس للحصر التركية خارجية، صرف يأسي بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصاد الدولة، لأن هذه الدولة تصبح بحالة غير مستقرة وإذا ما تحدثنا عن تركيا، تركيا هي اقتصاد بنسبة معينة يعتمد على الخدمات ومنها السياحة عندما تقوم تركيا بعملية عسكرية من الممكن أن ينخفض العائدات من السياحة ويضر أكثر بالاقتصاد التركي في حين تسعى تركيا لسداد 420 مليار دولار من اليوم إلى عام 2024 فهي من الممكن أن تخلق أزم اقتصادية أكبر لكن بطبيعة الحال الحروب أيضا توجه أنظار الناخبين إلى الخارج وهي مفيدة بطبيعة الحال طيب أستاذ حمزة